عشان عندنا كلام كتير وقدامنا يعني ما شاء الله زمل النهاردة استاد اسم جهز لنا مجموعة ملفات نتمنى ان شاء الله نحاول نغطيها لحضراتكم خلينا ندخل في الموضوع على طول وبداية طبعا أرحب بلال محسن وأحمد مصطفى ديوفي النهاردة في استاد اسم وحلالي الكرة العالمية طبعا أهلا وسهلا بكم بلال عودة بعد غياب بس مخدتش لون قوي لا ما كنتم كنتش ناس اللي بتخاف من الشمس ناس اللي بتخاف من الشمس أهلا بك طبعا أهلا بكل السادة المشاهدين وأنا افتقدتكم طبعا الاسبوع اللي فات بكل تأكيد وإن شاء الله تبقى حالة مميزة بإذن الله مصطفى بقى مسك المايك وانت بقى خلص طاري حبيبي يا أحمد دايما بنورك والله مبسوط وطبعا بنراحب بعودة فيلال طبعا كان بيبالبط كل اسبوع يروح وييجي بصفقة تقيلة المرة اللي فاتت جيه ومعاه في ايده وبالنجهام المرة دي جايه معاه أنا بروح عشان أجي بروح بحاول جيب أمبابي مش عايز يجي معاه أمبابي هو اللي معصر مش عايز طيب ماشي نبتدي بإيه نبتدي بالأهل أنا كنت بيحتيت كلامي النهاردة في الحلقة بأهمية المعسكر خلاص الفرق ان شاء الله تسافر يوم 28 كل الإجراءات تم الإنتهاء منها والفياز والقصة والحكاية والسكوات كله بإذن الله بما فيهم حتى اللي مش هيبقوا جاهزين للمعسكر الإعداد ده هيكونوا موجودين مع الفرق عشان يكونوا تحت عين مرس الكولر كنت بكلم على أهمية توقيت المعسكر ده لأنه انت بيبتدي الموسم العركة كلها في أول ثلاث شهور يعني إذا كان الموسم ده هيستمر عشر شهور أو مش عارف ممكن يخش في 11 شهر ولا لا مع التزامات المنتخب لكن ربع الموسم الأولاني عندك فيه كاس عالم من عشر إلى 22 ديسمبر عندك 15 تسعة سوبر أفريقي عندك دوري أفريقي من 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر فانت في أول ثلاث شهور من الموسم دخل على ثلاث بطولات كبيرة جدا عشان كاكن بتكلم على أهمية الموسم ده اللي كانوا بعاد إصابات يدخلوا الصفقات الجديدة تدخل في انتظار طبع صفقة المهاجم وأكلمكم عليها شايف إيه أهمية المعسكر ده وأوجه الاستفادة وإلي ممكن كولر يشتغل عليه كأولويات في المعسكر ده يعني يمكن الموسم القادم زيما أنت حضرتك قلت لسه دروي أفريقي إن كله مليان بالتحديات وفيه تحديات جديدة يعني النادي الأهلي داخل الدورة الأفريقي اللي بيقام لأول مرة بتحدي ومطالب طبعا كعادة النادي الأهلي إنه هو يفوز بأي لقب بيشارك فيه بطولة صعبة جدا بطولة فيها أندية محترمة وفيها تنافسية عالية جدا كله عينه على اللقب زي ما تكلمنا قبل كده وقلنا إن الأندية الكبيرة داخل أفريقيا بتقول أن ليه أسيب النادي الأهلي يفوز بكل الألقاب فأنت عندك طموحات مشروعة للأندية دي إنه هي تنافس النادي الأهلي فأنت هتواجه طموحات من أندية عايزة تحصد الألقاب زي ما النادي الأهلي عايز يحصد الألقاب عندك تحدي كمان كاس العلم للأندية اللي بيقام بالشكل اللي كان عليه النسخ الماضية لآخر مرة قبل طبعا التعديل اللي هيجرى عليه وده بيخلينا نطمع إن إحنا زي ما تكلمنا قبل كده إن إحنا نروح حتى للمباراة النهائية كل التحديات دي كل التحديات دي كولر أعتقد إنه هو في فترة الأجازة يمكن هو أجازة ولكن أكيد في ذهنه دلوقتي التحضير للموسم القادم هيحط طبعا في معسكر الإعداد هيحاول يدخل اللعيبة اللي دخلت على منظومة نادي الأهلي زي أمام عشور وريدا سليم العائدين صلاح محسن وكريم ندفت كل دول هيحاول زي ما بنقول كده بالمعنى إنه يشربهم طريقة واسلوب مارسل كولر يمكن يدخلهم بقى في أجواء الفريق طبعا فيه عناصر خرجت من الفريق وعناصر كتير جدا دخل مكانهم الرباعي وفي انتظار طبعا المهاجم اللي كل الناس منتظرة دخوله طبعا يمكن كمان الأمال زادت أكتر بعد رحيل وانتقال محمد شريف للسعودية طبعا بنتمنى له التوفيق فأصبح الجميع على قناعة إن خلاص النادي الأهلي هيدعم صفوفه بمهاجم يقوي أكتر مع الموجودين سكواد النادي الأهلي طيب نحن نكلم على بمناسبة صلاح ورحيل شريف شايف الاسمين دول شريف طبعا كان لعب مهم كان لعب مؤثر أرقامه مع الأهلي حتى لو كان فيه في السيزن الأخير خليني أقول كده في الكيرف بيطلع وينزل ما فيش ثبات قوي في المستوى لكن أرقامه في نفس الوقت قوله إنه واحد من أهم الهدفين للشغل مع الأهلي في المقسم الأخيرة رحيله للخليج وعودة صلاح محسن من الأعارة شايف الاسمين دول إزاي وإيه الفرق بين الاثنين وإزاي ممكن كولر يعيد اكتشاف أو إحنا طبعا كالوايا من روين إنه كولر ممكن يعيد اكتشاف صلاح محسن طبعا شريف يعني لا شك إنه عمل يعني فترة كبيرة جدا معنات الأهلي وقدم مستوىات كبيرة وكان يعني أعتقد في بعض الأوقات كان يعني سبب ساعدنات الأهلي كتير في البطولات ومننكرش طبعا إنه عمل مجهود كبير وكان يعني مهاجم مميز جدا في بعض الأوقات كتيرة ممكن يكون حصله دروب في بعض التوقيتات زي الموسم الأخير ده لكن في المجمل هو كان مهاجم مميز وكان عمل حاجات كنادي الأهلي لكن صلاح محسن مختلف تماما عن شريف ممكن يتشابه في السرعات لكن أعتقد إنه كولر هيستخدم صلاح محسن كمهاجم رقم 9 نادي الأهلي لما كان صلاح محسن موجود قبل رحيله لنادي سراميكا فأغلب الوقت بلعب وينج ودي كانت مشكلة كبيرة جدا لأن صلاح محسن المركز اللي بتقلق فيه دايما وده اللي بتقلق فيه في سراميكا هو رقم 9 رقم مركز المواجم وده المركز بتقلق فيه أصلا في نادي أمبي فالأهلي يشتري بالظرف فنادي أنت أصلا جبت صلاح محسن على إنه راس حرب رقم 9 فأنت بدأ المدربين طبعا أحيانا بيبنت عندك راس حرب مميز فبتحاول تلعب صلاح محسن عشان هو عنده ممكنات كويسة فأنت بتحاول تشوف له مركز فكان يلعبوه جناح لكن هتاخد منه 50% 60% لكن المية في المية مش هتاخدها منه ده دور كولر وأنا أقتنع يعني أو واصك أن كولر هيقدم أو هيخلي صلاح محسن يقدم مستوى كبير جدا وهيطور صلاح محسن في الحتة دي لأنه هو واصك في إمكانياته جدا أنا عايز أتكلمكم شوية على قصة راس حربة النادي الأهلي ما فيش راس حربة جي النادي الأهلي إلا والكل أجمع أنه إمكانياته كمهاجم لا غبر عليها مش هروح بيك لبعيد قوي هبتدي معاك من مرحلة مثلا مروان محسن حسام حسن حسام حسن شادي حسين حتى أولتر بوالي أليو باجي حتى أليو باجي يعني القصة هنا مش قصة رهانة على كلامنا عشان أخدكم بعكاية المهاجم اللي جاي القصة هنا مش قصة إمكانيات كل اللعبة اللي أنا قلت لك عليهم دون شفناها وميازين جدا شفناها وتفرجنا عليها وقتنعنا بيها وطالبهم لنا وكلنا يوم ما تم الإعلان عن الصفقة كنا مبسوطين جدا وكنا بالنادي نحن نجيبهم وكنا بالنادي نحن نجيبهم فالقصة بس هي أنه أكتر مركز يمكن عليه ضغط من الجمهور أكتر مركز يمكن محتاج ثقة من مدير فني من جماهير ودعم هو فكرة رأس الحرب إزاي تنجح رأس الحرب في نادي الأهلي ده سؤال بقى كبير بعيدا عن قصة إمكانيات اللعب وقدراته في حد ذاته يعني يمكن الطريقة أو الجديد في الموضوع أن المرة دي النادي الأهلي موكل ملف المهاجم كليا لمارسل كولر يعني مارسل كولر هيبقى مسؤول مسؤولية تمة عن اختيار المهاجم وده يمكن اللي مأخر الموضوع شوية يمكن بالمناسبة الناس ممكن عندها بعض الانزعاج من التأخير ولكن النادي الأهلي بيعمل وفقا لمنظومة معينة أو طريق التفاوض معينة أساسها في الأول في الآخر موافقة المدير الفني المدير الفني ليه مواصفات معينة أو طلبات معينة في رأس الحربة هو عشان نتفادى بيها اللي حصل مع المهاجمين اللي احنا لسه ذكرنا أساميهم وكلهم بالمناسبة لعيبة كبار وعملوا أداء ونتائج كويسة منهم أما بالنادي الأهلي بالضبط امشي تقلق جي عمل امشي تقلق يعني فهم ما والضبط يمكن فالطريقة اللي هتنجح المهاجم الجديد إن شاء الله وده اللي كل الناس متعشمة فيه إن مارس الكولر هو اللي يختاره إذن انت اخترته بعد ما تفرجت عليه أكتر من مرة يبقى أنت عرفت إمكانياته عرفت مميزاته عرفت إزاي توظف المميزات دي في طريقة لعبك لأن مارس الكولر على فكرة بالمناسبة حتى الآن يمكن هو ما طبقش فكره كامل بنسبة 100% حتى الآن لأنه هو طبعا دخل على النادي الأهلي لو نفتكر ما كانش فيه راس حربة اللي هو طبعا طلبه بعدين في المركات وكمان ما جاش راس حربة فتعامل كويس قوي مع كهربة وكانت عودة كهربة من الإقاف يعني جات في وقتها تماما حتى أنا ساعتها قلت عادة كهربة فأعاد الأهلي ويقول لنا شفنا كهربة طبعا كان مؤثر جدا في نتاج النادي الأهلي خاصة في دورة أبطال إفريقيا اللي هو أنهى وهو هدف البطولة فكولر تعامل مع المهاجمين الموجودين دخل شريف شوية استفاد من كهربة طبعا ولكن لسه حتى الآن كولر عايز مهاجم احنا اتكلمنا أو جمهور النادي الأهلي بعيد عن كولر بقى الجمهور بيتطلع لمهاجم من نوعية عماد مدعب أماوضو فلافيو أحمد بلال اللي هو راس الحرب حسام حسن اللي هو راس حربة بيطلع من كل مباراة حتى فلافيو الناس ما فلافيو طبعا يعني الناس بعد أول موسم ما قدتلك يمشي فلافيو اللي نعرض تطلع عليه واحد من أهم المهاجمين الأفرق اللي جمعوا في مصر سابوا علامة آه مش في الأهلي بس أنا بكلم على أهم روس الحرب اللي جمعوا محترفين أفرق في داخل الدورة المصرية فلافيو في أول موسم تقريبا ما كانش جاه يعني بس فسناق جول جابوا في المحلة في المحلة مدهر رخبط مدهر صدفة كده فالناس يعني لو كانت لو كانت استعجل ثقة هذا اللي احنا بنتكلم فيه واللي احنا يعني عندنا أمل كبير انه يتكر ان منو الجوزي كان عنده ثقة كبيرة جدا في أماده فلافيو ولو نفتكر احنا لما النادي الأهلي أصلا وقت ما راح يتعاقد كان عايز يتعاقد مع فلافيو وقتها فشلت المفاوضات ويتعاقد مع إفلينو بالضبط ولكن صمم النادي الأهلي على فلافيو ونجح انه يضمه بعد كده مع إصرار منو الجوزي عليه قدر يخرج منه النسخة المرعبة اللي احنا شوفناها بتاع الفلافيو ده اللي هيحصل القصة المهاجم هتخلص قبل بداية المعسكر وده نقطة مهمة جدا انه المهاجم يخش مع الفريق من قبل الموسم ما يبدأ ويحضر